اعلنت قبيلة النعيم عن ولائها التام وتأييدها الكامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه وإشادتها بكل فخر بما تحقق في العهد الزاهر لجلالته من إنجازات لمملكة البحرين وشعبها الوفي وأكدت قبيلة النعيم بأنها لا تحيد ولا تتغير عما سار عليه الآباء والأجداد من هذا الولاء المشهود والمواقف المشرفة في كل وقت تجاه حكام البحرين من آل خليفة الكرام وبعون الله ستبقى بلادنا واحة أمن وتقدم وازدهار داعين الله العلي القدير يحفظ جلالته بكل خير وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء ودانت قبيلة النعيم بشدة ما تبثه باستمرار قناة الجزيرة في قطر من أكاذيب تستهدف من خلالها الإساءة للبحرين وقيادتها والسعي للنيل من النسيج الاجتماعي لشعب البحرين وإن موقف قطر الداعم لهذه القناة يؤكد سياستها الرامية للإضرار بمملكة البحرين والتي تتعارض مع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وهذه المحاولات المشبوهة أصبحت مكشوفة للجميع وليكتب لها النجاح حاليا أو مستقبلا إن شاء الله وذلك بفضل قيادة جلالة الملك المفدى ثم وعي ويقضة شعب البحرين وتمسكه بوحدته الوطنية وولائه لقيادته ترجمة نانسي قنقر